اشتركوا في القناة في القناة ويكون معنا كما عودناكم الباحث والمفكر الفلسطيني والروائي في التاريخ والقصص الفلسطينية الأخ زهري عيسى أهلا وسهلا فيك يا أخ زهري أهلا وسهلا دكتور ومرحبا في المشاهدين والمستمعين وفي كلكم جميعكم يا حياك الله اشتغنا لك وإن شاء الله تكون أيامك كلها بخير وسعادة يا رب الله يحفظك شكرا جزيلا اليوم بدك تحدثنا عن منطقة النقب اللي هي تقريبا تأخذ ثلث فلسطين الجنوبي صحيح؟ لا والله أكثر أكثر كمان النسف وأكثر من النسف يعني حلو حلو كلنا أذان صاغية أنا أنا محضر شوية شغلات عن النقب والمعك كان بس أنا كنت بتحكي النقب كل الحلقات والنقب بما في ذلك النقب إحنا بنحاول نختصر ونعمل حلقة عشر دكائق ربع ساعة وبالساعة بس في الأصل يعني إذا كنت بدك تحكي التفاصيل الصغيري والكبيري وبدك تنسى يجي بدك حلقات ساعات لكل قرية وكل بلد وكل حارة وكل شارع وكل معرفة وكل شخص صحيح؟ إحنا دائما بنحاول نعطي المختصر المفيد لأنه أحياناً التفاصيل الصغيري هذه بدها وقت كبير جداً يعني وممكن المتابع يتعب المشاهد في كل أحوال اليوم رايحين نحك عن النقب النقب هو منطقة جنوب فلسطين هي تعد أكثر من 50% من مساحة فلسطين يعني إذا ما نحكي عن النقب هي إذا بتحسب النقب الشمالي ممكن يتوصل ل 60% من مساحة فلسطين ولكن قلنا نرجع شوي من ناحية جغرافية أيام اللعثمانيين أيام اللعثمانيين كان النقب وغزة كلها منطقة واحدة اسمها منطقة الطربان على اسم أحد العشائر اللي هناك اللي هو الطرابين طبعاً فترة الإنجليز سموها كانت تسمى السبع منطقة السبع وفترة ما بعد النقب طبعاً في كثير بعارضه هذا لزي من النقب ولكن أنا بعارضش النقب حتى لو أنه أجد دولة إسرائيل والحسابات الصهيونية أطلقت علي اسم النقب لأنه النقب هو برضو تسمي عربي يعني ما جابوها من ضربهم اليهود أخذ التسمية مننا في الأصل يعني ما يعني إذا سموا يافو يافا الأصل يافا إحنا كان عليه ما فيه عليها في كل الأحوال إذا نحكي عن النقب إحنا نحكي عن منطقة وسيعة جداً من فلسطين الجزء الجنوبي منها كله صحراء أو مش صحراء يعني منطقة صحراوية لأنه في جبال وفي صحاري وفي وديان وفي ينابيع وما لذلك الفترة العثمانية كرروا العثمانيين أنهم يفسلوا قضاء غزة عن النقب أو عن منطقة أو قضاء الطربان ليش؟ لأنه شافوا أنه العشائر البدوية في النقب هي أكثر عندها حرية التحرك فيش إمكانية سيطرة عليها وعملية فصل غزة وقضاء غزة وتأسيس غزة اللي هي أكثر ميول للمدنية والحضرية وبذلك تأسس قضاء غزة مستقل لا يتبع لنقب ولا لكل المنطقة الجنوبية وأتبعوا كل منطقة النقب اللي هي جنوب فلسطين لمدينة بير السبع طبعاً مدينة بير السبع كانت موجودة سابقاً بس العثمانين عملوها عاصمة القضاء وصارت كبيري ومديني وحديفي فيها كل مكومات المدينة لا تقل عن أي مدينة فلسطينية أخرى وعاصمة قضاء طبعاً اسمها بير السبع هناك كان في بير كان يجي سبع أو سبع يشرب منه فهذه الدسمية أجت من بير السبع في كل الأحوال مثل ما بتعرفوا جنوب فلسطين هو الصحراء اللي يسكنها عشائر مدوية في الأساس فيها عشر عشائر أو عشر كبائل يعني كبائل عشر كبائل كبيري والكبائل أو العشائر هذي تنقسم إلى بطون وعائلات وما إلى ذلك كان تقريباً ما قبل النكبة أكثر من مئة ألف فلسطيني من بدو فلسطين طبعاً احنا بنحكي عن بدو فلسطين اللي هم امتداد في اتجاه الغرب في سينة والهم امتداد في الشرق باتجاه الصحراء الأردنية واتجاه الجنوب باتجاه شمال الجزيرة العربية يعني يعني فلسطين فيه لها امتداد جغرافي مع كل المحيط محها وطبيعة الحالة القبائل يعني كيف شو صار في الفلسطينية البدو الفلسطينية في النقب طبعاً أنا كنت بدي أحكي عن النقب لأنه هو فعلاً كصة جميلة رائعة كيف الإنسان وكيف الشعب يخرج من تحت الرماد ويخرج من تحت الأنقال طبعاً احنا بنحكي أنه بعد العام 1948 تبكى في جنوب فلسطين والصحراء بما في ذلك دير السمع أقل من ثلاثتاشر ألف إنسان تصور سنة 1948 ما في أزيد من ثلاثتاشر ألف إنسان أكثر تقديرات بتقول ثلاثتاش في تقديرات بتقول عشر تلاف هذا الحكي قبل سبعين سنين دكتور أنا لو بدي أسأل المشاهدين ومستمعين كديش اليوم في المكة بعربية طبعاً أريد أعطيكم معلومة ثانية عشر كبائل من تسع كبائل من العشرة هجرت ولم يبكى منها أحيان تسع من عشرة تسع من عشرة هجروا يعني انت تحكي عن تسع من كل عشرة أشخاص تسع أشخاص تردوا من أرضهم ووطنهم وصحراءهم جبالهم ووديانهم ووحاتهم إلى الأردن وإلى سيناء وقسم راهوا على مناطق في الضفة اللي هي اليوم موجودة عند السلطة منطقة الخليل والكتس بالأخص وأريح وظل حوالي عشرة السكان اللي هم بين عشرة تلاف لثلاثتاشر ألف إنسان اليوم في تقديرات تتراوح بين ثلاثمائة وخمسين لأربعمائة ألف إنسان يعيش في النقب عربي فلسطيني طبعاً كلهم مسلمين يعني ما فيش غير المسلمين في النقب طبعاً في بعض المغير المسلمين اللي عايشين في بير السبع ولهم هاجروا من مناطق أخرى مستقبل مدينة السبع الحديثة لا نحكي عن السكان هناك فأنت بتحكي عن عجوبة ومعجزة اللي صارت بعد ألف تعمية ثمان واربعين تقريباً أنت من عشر تلاف أو من عشر إلى ثلاثتاشر ألف صاروا ما يعادل أربعمائة ألف يعني أربعين ضعف أربعين ضعف هذا لا يمكن أي إنسان أو أي مخطط استراتيجي بالأخص الإسرائيليين واليهود والصوات الصاليونية وإسرائيل بشكل عام كل مخططاتها وبرامجها تقوم على التخطيطات الاستراتيجية وحساب عدد السكان والمساحة وما إلا ذلك فكل هذه الأمور كل هذا كدهش عندهم علم كدهش عندهم مخططين ما توقعوا أن يكون عدد سكان العرض في منطقة النقب أو في النقب أو في منطقة التربان أو قضاء السبع وقضاء السبع بهذا العدد بهذا الكم طبعاً السبب بسيط جداً يعني أنه البدء في النقب من أعلى نسب التكاثر الطبيعي في العالم والله يبرك لهم وزيدوا إن شاء الله ربنا يبرك لهم في عيالهم وفي أبناء بالمناسبة قبل بدعة سنين أولاً شيء في إسرائيل فيه قانون يمنع الزواج من المزوجة الثانية وهذا القانون حطوه خصوصاً للعربي اللي تتزوج ذالي بنزين هسا بعد ما شافوا أنه فيه فيه إمكانية تتحايل على القانون أو أنه القانون كان العقوبة الزواج الثاني والثالثة يعني الراضع العقوبة غير كافية وغير الراضع فكبل سنتين ثلاثة بحكومة نتميهم طبعاً حطوا قانون أنه الزواج الثاني يسجن خمس سنين خمس سنوات خصوصاً للعرب والأهل النقب لأنه هناك في عدد من أعرفهم يتزوجوا أكثر من زوج طبعاً بغد النظر على الموافق المؤيد المعارض ولكن انت تعالت نتفرج على كدهش الكوانين العنصرية كيف تفصل ضد الإنسان العربي في فلسطين اللي هي أرضه وطنة أنا ما بدي أحكي عن الكوانين لأن الكوانين لا نهائية ضد الإنسان العربي ولكن تعالت نرجع لأهل النقب كيف النقب سقط وهو تقريباً من أواخر المناطق اللي سقطت في فلسطين ولأنه كان في عام 1948 في سنة النكبة كان هناك متواجد كدير بالجيش المصري طبعاً الجيش المصري هو أكثر جيوش اللي شاركت في الحرب في الدفاع عن فلسطين عام 1980 ولكن للأسف يعني مثل ما بتعرفوا الجيوش كانت ضعيف فيه كانت لا تملك الكوي ولا العدد ولا العتاد يعني العتاد فهمناه والعدد حتى العدد ما كانش موجود عنها فأنت بتحكي عن عن أكبر دول عربية في اجتماعاتهم العسكرية طبعاً كان اجتماعات عسكرية خلال الحرب وكان هناك وكان هناك أنه القادر العسكريين أحكوا في اجتماعاتهم أنه حتى من ناحية عدد لدينا كفاية عدد جنود قاتلوا العصفات الصهيونية والدفاع عن فلسطين والمناطق الجنوبية طبعاً أكبر حادثة كانت في فلسطين هي حادثة محصار الجيش المصري في شمال النقب في مدينة الفلوجي اللي هي اليوم اسمها كرياد قات كرياد قات شمال بير السبع كانت اسمها الفلوجي قبلها عام 1848 وهناك تحاصرت كتيبة كاملة من الجيش المصري الجيش المصري كان موجود في شمال بير السبع ومنطقة بير السبع ومنطقة غزي وشمال غزي اللي هي منطقة إزدود والمجدل وعسقلان وكان موجود على أساس أنه بده حافظ على كل المنطقة الجنوبية لفلسطين وصد أي هجوم للعصفات الصهيونية باتجاه مصر باتجاه سيناء ولكن معظم الخسارات كانت هي أسبابها أسباب غير إنها مادي أسباب كل تخبرة فلك أن تتصور يعني مثلا أنه كان في هدني والهدن هذه في فترة الهدن هذه العرب أربع خمسة يام العرب ما كووا لا دفعاتهم ولا أسلاحهم ولا أعدادهم ولا أعدادهم بالمقابل في الهدن هذه اللي مدتها أسبوع سبعين اللي كانت تدعو لها دائما الأمم المتحدة والمجلس الأمين وكل هذولا اللي كانوا متأمرين علينا كانت في هذه الفترة تصل كمية السلاح والعدي والعتاد للعصابات الصهيونية وتزداد كوي وبالعكس خلال هذه الفترة يعني ما يلتزموا بالهدن ما تلتزم العصابات الصهيونية بالهدن وتحتل وتوسع مناطق نفوذها ومناطق سيطرتها يعني مثلا الليد بالرملي احتلت وهجرت وقتلت وذبحات في فترته في أيام الهدني الهدن الأولى الهدن الأولى في عام 1948 الجيش الإنقاذ جيش الإنقاذ بالمناسبة ومكون الدول العربية صحي ولكن ما فيه كان ترابط بينه يعني الجيش المصري الموجود في السين الموجود في النقب وموجود في غزة كان فيه معاه طبعا سرية أو كتيبة سعودية ما فيه ترابط بينه بين الجيش الأردني الموجود في منطقة الكدس ولا الجيش العراقي الموجود في منطقة المثلث وجينين أو الجيش السوري الموجود في الشرق الجليل يعني في منطقة التبرية يعني فما كان يش ترابط وما كان يش كياد موحدي وكان كانت المعارك عشوائية إنه هيك على إنه ما فيه عدة ولا اعتاد وفيش خبرة يعني فيه إحدى المعارك فيه إحدى المعارك اللي كانت في شمال النقب ما بين النقب وما بين غزة استدرجت العصابات السيونية جيش المصري على منطقة مفتوحة وأبادت تقريباً الكتيبة أو السرية السرية كلها أبادتها إبادة كاملة والسبب كان إنه كلت خبرة وكلت معرفة وطبيعة الحال يعني أنت بتتعامل مع عصابات المتدربة ومتمرسة وعندها سلاح وعندها جيش وعندها كمية كافية منطقة خير اللي صار عام 1948 في الهدن الثاني الهدن الأولى فلسطين خسرت اللد والرملي وأهلها هجروا وكتلوا في الهدن الثاني للأسف الشديد استغلت العصابات السيونية للهدن الثاني وأكملت وأوسعت منطقة نفوذها باتجاه الشرق جنوب الشرق النقب وكان هناك عملية على اسمها عملية لوت على اسم سيدنا لوت وسيدنا لوت كان موجود في منطقة جنوب بحر الميت فهناك وكانت بير السبع في قبضة العصابات السيونية ففي الفترة الهدن العصابات السيونية توسعت باتجاه الشرق باتجاه العرباء أو واد عرباء باتجاه جنوب البحر الميت باتجاه منطقة الزدوم أو الزدوم وضع الخرطة بيني أنا مش شايفة على خرطة إما اللي بيعرف الخرطة ممكن يتفرج جنوب بحر الميت اذا بتشوف بحر الميت جنوب بحر الميت اتجهت الكوات السيونية في عملية لوت باتجاه بحر الميت شرقا جنوب شرق طبعا هناك كان المفروض يكون قوات الأردنية للأسف الشديد ما كانتش موجودة وبالأحرى مش بس كانتش موجودة كانت تركت كل إجي مكانه حتى إنه يقال إنه الخرائط المناطق اللي فيها ألغام الكوات الأردنية خلتها في المخافر والمعسكرات تعيتهم على أساس إنها يستخدمها العصابات السيونية طبعا أنا ما بدي أتهم حدا ولكن أعتقد أنه بسبب الكيادات البريطانية اللي كانت في الجيش لولدني هناك المفتاح وهناك الأسباب اللي كانت اللي بتعطينا التفسير الكامل ليش كل شيء أترك زي ما هو وبالعكس سلمت خرائط الألغام في المنطقة هذه في كل حوال هذا كله في فترة الهدنة فإنت بتحكي عن حوالي امتداد أكثر من 100 كيلومتر باتجاه الشرق وباتجاه الجنوب طبعا كل هذه الأيام الهدنة وبذلك كان في عندها مساحة للمناورة العصابات الصهيونية وفي سامة 1948 اتجهوا باتجاه بعد انهم ما التزموش بالهدنة وأخذوا المنطقة بحر الميت اتجهوا غربا باتجاه غزي اتجاه غزي كان هناك طبعا الكوات المصرية الكوات المصرية ما كانتش عندها خبرة بما فيها كفاية وهزمة شر هزيمة والفترة هذه كانت للأسف الشديد خلال المعارك كانت المفاوضات على التسليم وعلى الرجوع وعلى الاعتراف بالهزيمة والاستعداد لاتفاقية رودوس اللي هي موجبها سلمت الأردن كل المناطق أو مناطق المثلثة اللي كانت تفيدها للأسف الشديد خسر الجيش المصري هذه المعارك بزهولة تقريبا ما ما صمدش ولا أي شيء أمام العصبات السيونية وطبعا كالعادي الإعلام العربي والمصري بالأخص كان يكون كبدناهم خسائر وضطحناهم ودمرناهم وهالكصص منها النوعية هذه اللي هي في نهاية الأمر إحنا لازم نعترف إنه كانت شر هزيمة والتفاقية رودوس هي الاعتراف بالهزيمة طبيعة الحال انت فقية رودوس كان في مناطق الجنين شمالا وحتى جنوب كانت الكوات الأردنية والعراكية فما بدها تكاتل فكان بدها بس تحافظ على مواقع تعييتها لأنها كان في عندها اعتراف بناء على اجتماع للقادة العسكريين كان في الاجتماع حضروا للقادة المصريين والأردنيين والسوريين والعراقيين والسعودية ولبنان وكان هناك اجماع من قبل القادة العسكريين الميدانيين انه احنا اقل عددا واقل عتادا واحنا باتجاه الخسارة الحرب فكان بالفكرة انه الجيش العراقي او الأردني حافظ على مواقع والجيش المصري حاول حافظ على مواقع لكن مقدرش يحافظ على مواقع فخسر كل منطقة النقب الشمالي الجيش المصري اللي كان موجود في الفلوجة في شمال النقب اللي كان محاصر كان هناك فك الحسار عنه وخروجه وتم تسليم كل النقب حتى مائلات ام الرشراش اللي هي طبعا في عليها نقاش ام الرشراش اللي هي فلسطينية ولا مصرية طبعا المصريين بكل كهالي مصرية فما بعرف ليش يعني المصريين سلموها لو انها مصرية في كل حوال مش بس هيك برضو طابة راحت على المصريين وبتعرفوا قصة طابة والتحكيم الدولي بين مصر وبين اسرائيل وفي نهاية الامر التحكيم الدولي حكم انها لمصر ولكن للأسف الشديد اليوم طابة هي صح انها مصرية ولكن يحك للإسرائيل لدخولها ولا يحك للمصري الا بعد جهد مضمي انه يدخلها يعني مش بالسهل يدخلها الإسرائيلي بدخل طابة بشكل اسهل من المصري كل احوال سكان النقب موظمهم عرب ولا في ميكست لا لا سكان النقب كلهم عرب بدون استثناء هم قبائل معروفة قبائل الترابين اللي هي من اكبر قبيلة كانت تسمى مثل ما حكنا لكم سابقا انه المنطقة النقب كانت تسمى التربان بناء على اكبر قبيلة كانت تسكن هناك طبعا اليوم اشهر القبائل العزازمي الترابين الصانع وما الى ذلك من اسماء هزيل ف هم مازالوا يمارسوا البداوة او لا حياة مدنية صارت عشان هيك انا بدي احكي بديش اطول كثير عليكم لانه متفرج على الساعة انا شفت انه في كل حوال شو وضع النكب اليوم الوضع النكب اليوم جدا معقد وضع النكب اليوم في هجمي الشرسي بالأخص من من مخطط بناء على مخطط برافر اسم شخص برافر في الحكومة السيونية قبل كذا سنين حط خطة خطة على أساس أنه بما مسموه يعني كف أيدي البدو أو العرب عن أرض النكب في تهمة دائما من كبل دولة اسرائيل للعرب والبدو أنه العرب والبدو في النكب هم يساركين الأرض والمستولين عليها بنعناها بالخاوة راحت اسرائيل على مدار سنين عملت تجمعات سكنية للبدو جمعتهم في تجمعات سكنية طبعا مشكلة البدو نجحت أنها تجمع بعض سكان البدو وضعتهم في تجمعات سكنية والهدف أنه وضع أكبر عدد ممكن في أصغر نقطة ممكنة في النقر اليوم حوالي 50% من سكان النكب بعيشوا في بلدات ثابتة و50% بعيشوا في بلدات غير معطرفة فيها بالمناسبة في هناك أكثر من 50 قرية عربية في النكب اسرائيل لا تعترف فيها شو معنى لا تعترف فيها يعني لا الجود ولا يصح أن تحصل على ماء ولا كهرباء ولا شوارع ولا أي نوع من القدمات اللي ممكن أنك تفكر فيها في هذه المنطقة في كل الأحوال في أحد النوادر في النقر كانت محكمة ضد أحد الأشخاص اللي عنده حوالي 15 ألف دنوم في النقر وكان محاكم يعني على مدارس دين المحكمة بتبحث إنه هل هذه الأرض إلك ولا للدولة هل هي أملك غاية إذن لدولي إذن لا ترجع لك في كل أحوال كان معاه طابو عثماني فالقاضي ما عرف شو بيساوي وأحكى إنه هذه الأرض لصحبها حسب الطابو العثماني ما في عليها نقاش فكان المندعي العام من كبل دولة إسرائيل فأحكى للقاضي إحنا ما نعرف إنت معنا ولا معاه فهذا النقطة مهمة جدا تعرفوها إن النقر هو مكان جدا مهم بالنسبة لكل الأشخاص ولكل الموجودين في فلسطين لأنه أكثر من خمسين في المئة من فلسطين حاليا أنا ما بعرف إذا نقطع البث عندك دكتور أنا معك أنا معك أنا معك في كل أحوال حاليا النقر موجود فيه 350-400 ألف إنسان مثل ما حكينا نصهم في بلدات ثابتي ونص بمارس البداوي بشكل بشكل متفاوت طبعا واليوم فيه دائما سراعات ونقاشات ومناوشات على الاعتراف بالكرة اللي هي معظمها كرة بدوية في النقر طبعا كست العركيب اليوم تم هدم كرة العركيب اليوم 27-6-2025 تم هدم كرة العركيب الهدم على المرة المية وتسعة وثمانين واو مية وتسعة وثمانين مرة صاروا هادمين هذه الكرية وطبعا بردوا يبنوها وقيمها وسكيفها وما إلى ذلك برد تيجي سلطة أراضي النقب تيجي تلك الماكمة كمان مرة في كل أحوال هناك زراع مرير جدا في النقب لا زال مستمر وخصوصا أنت بتحكي عن عن أشخاص وعن جمهور وعن سكان بتكاثروا بشكل كبير وإلهم حاجة للأرض بشكل كبير نهيك على أنهم حاجة لأرضهم لأنه في جوز كبير من المقبل هو الشمال منه كله كله أرض زراعية خاصة جيدة جدا للزراعة فبتكون الطائرات يعني يعني هذا ما مرش عني في أي دولة في التاريخ أنه الطائرات من دولة بيكون برش برش مبيدات اللي يبيد زراعة الزراعة لأراضي الزراعية اللي زراحها أصحابها وأهلها العرب هذا أمر ما صررش في العالم ما صررش في العالم إلا بس في إسرائيل ينهيك على أنه مثل ما حكيت لكم جزء كبير من السكان الموجودين في النقب اليوم ما في لهم عنوان لأنه ما في لهم اعتراف وين هم مساكنين ثالث مدينة من ناحية حجم في الداخل الفلسطيني هي مدينة راهط وهي مدينة راهط هي من شمال غرب مدينة دير السبع مدينة عدد سكانها يزيد عن سبعين ألف وربما يصل إلى ثمانين ألف بسبب الزيادة الطبيعية وبسبب أنه حكومة إسرائيل بتحاول إغراء السكان في المناطق المنتشرة أنها تعطيهم أراضي ومسكن في مدينة راهط على أساس أنهم عيشوا بشكل ثابت في المدينة راهط مدينة راهط مدينة كبيرة جدا خلال فترة خلال عشرين سنة أصبحت من قرية عشر تلاف إلى سبعين ثمانين ألف إنسان متوقعا هتكون أكبر مدينة في الداخل الفلسطين عام أكبر مدينة عربية في الداخل الفلسطين 1948 عن طريق الترغيب وعن طريق الترغيب في كل الأحوال في كل الأحوال إذا نحكي هذا بخصوص النقب وعاصمة طبيعي السبيع ودوحيها ولكن في الجزء الجنوب من النقب واللي هو باتجاه إيلات أو باتجاه تقريبا ما في ما في هناك ولا أي لاقباء العربية ولا كرة عربية هو في الأصل كان عدد السكان منخفض فبعد بعد النقب تقريبا ما ظل السكان عرب بتاتا وهذه منطقة تقريبا كلها منطقة خالية من العرب طبعا السكان النقب يعانوا جدا 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 من التنكيف يعني تصور أنه أحد أكبر جمع نفيات في إسرائيل وضع بجانب كري بجانب قبيلي عربية فلسطينية بدوية وأصبح مسبة المرض السرطان في هذه القبيلي أكبر من 70% يعني إشي لا يتصل تصور أنه مفاعل ديمونة للسنة عدري وضع بجانب بجانب طبعا هو بجانب مدينة ديمونة ديمونة فيها يهود ولكن هناك فيه برضو بده ديمونة عجامة في قرية لكن منطقة جبالي الشرقي النقر طبيعة الحال هناك بعد مرات تكون إشعاعات وستخربات أو ما شبه ذلك حكومة إسرائيل بتعطي السكان اللي يهود في المنطقة هذيك تعطيهم أكراس أو أدوية خاصة ولكن البدو ما أحد سائل فيهم اللي هم فلسطينيين عرب ما أحد سائل فيهم ولا يعرفين فيهم ولا معطرف فيهم أصلا يعني هاي لا يسبح لهم بقامة مباني طبعا ولا يسبح لهم بالكهرباء ولا بالماء يعني تصورين اليوم في القرن 21 تشوف الأشخاص رائعين في جرار أو في التنك الصغير هيك يروحوا عبوا مي وروحوا يسكو ف إحنا تتحكي عن منطقة مساعدة أكثر من 15 المنين بشديد وهي المنطقة التاريخية كانت كلها عرب ولم يسكنها إسرائيل وتمسكري كان بن قريون من أكثر طبعا المؤسس الكبير لإسرائيل بن قريون أول رئيس حكومة إسرائيل هو اللي أعلن الاستقلال كان من أكثر الأشخاص اللي كانوا يعشقون النقب حتى إنه بعد ما توفى دفن في النقب وهناك فيه كلية أكاديمية باسم بن قريون في النقب غير جامعة بن قريون اللي في بير السابع فهناك كلية أكاديمية في وسط الصحراء باتجاه الجنوب اسمها كلية من قريون للأبحاث الزراعية وأبحاث البداكية النقب هو أصلا مساحة كبيرة مساحة تدريب عسكري فيها مفاعل نووي فيها مطارات عسكرية فيها شمال النقب هو منطقة زراعية فيها سلة سلة غذائية زراعية كبيرة جدا واسعة جدا بالأخص في شمال بير السابع وهذه منطقة تزرع بالقمح والشعير والحبوب وما إلى ذلك وتكفي وسرعتها ومساحتها تكفي للكبير من من الاستهلاك والاحتياجات دائما دائما بحكونا النقب صحراء وعشان ننساها يمكن لا هي شمال النقب مش صحراء شمال النقب هي مناطق سهلية زراعية لكل ما تحويل كلمة من معنى حتى أنه هناك فيه كمان بيارات فالفكرة أنه النقب السحراء هو بتجاه الجنوب جنوب بير السابع هناك بتبدأ السحراء الفعلية ولكن أنا ما بدي أحكي لكم عن جمال النقب جمال النقب جمال رهيب جدا هناك جبال جميلي رائعة ألوان في منطقة أم الرشاش وانت رايع عليها وتشوف الجبال ملونة ألوان كيفس كزح عندك هناك واحات أنهار وديان ماشي في القصل يعني العرب سكنوه ما قبل الإسلام ما قبل التاريخ في منطقة عبدات عبدات منطقة عبدات هذه كانت تابعة للأنباط اللي موجودين في البطراء فكانت هناك مدينة كبيرة عبدات سكنها العرب والعرب أسماء عربية ما مش يعني ما في أسماء عربية الملكة كانت اسمها جميلة يعني الملكة جميلة فأنت ملكة الأنباط كانت جميلة فأنت ما بتقدر تحكين يعني كياب الماليهودي يعرفوا إيش اسمه نقب في كل الأحوال النقب هو أكبر خسارة أنا بعتبرها أكبر خسارة للشعب الفلسطيني والشرك الأيساد في كل الأحوال لكل العالم العربي يعني النقب هو الحلقة الواصل ما بين الشرك المشرق العربي وما بين المغرب العربي من دون النقب ما في اتصال بري بين مصر وبين الأردن والسعودية فأنا أعتقد أنه النقب هو أكبر وأكبر خسارة ممكن أنه يتصورها الإنسان للفلسطينيين ولكل العالم العربي دون استفناء فهذه هي كست النقب للأسف الشديد ولكن الأمل في الأهل النقب اللي لا زالوا صنفين ولا زالوا يتكافروا والله يبارك الهم في التكافر تاريخ همين همين يعني أنت تحكين في قرى هدمت وهجرت مئات المرات وهلها لسه بابنه فيها ومصممين وهدول اللي بنعرفهم عن أهل النقب وأهل السبع والله يقويهم سباع وأسودة يا رب يعطيك العافية أخي زهري فعلا معلومات رائعة شوقتنا لزيارة النقب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة